الفارق بينهما اتثعى الى 2.37 مليون حاوية ميناء الجزيرة الخضراء الاسبانية توقع خسارة منافسة مع ميناء طنجة المتوسطة حيث تتوقع الثلوطات ميناء الجزيرة الخضراء الاسبانية ان يبتعد اكثر عن مدمار المنافسة مع نادره المغربية ميناء طنجة المتوسطة مستقبلنا وذلك انطلاقا من نشاطهم التجارية المثجلة سنة 2021 والذي رفع الفارق في نشاط الحاويات بينهما الى اكثر من مليوني حاوية وايضا بفعل افتتاح الشطر الثانية من الميناء والذي يضم محطتين جديدتين في الوقت الذي يتوقع فيه الاسبان ان يتحول الى اهم مركز دولية لتحالفات انشطة الشحن التجارية بحوض البحر الابد المتوسط ووثق معطيات ادارة الميناء الاسباني فانها سجلت حركة مرور تجارية للحاويات بلغ تقريبا اربعة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعين الف وحدة سنة 2021 ما يعني انها سجلت تراجعا في هذا النشاط بنسبة ستة في المئة مقارنة باثنة 2020 بينما سجل منافس والمغربي المباشر حوالي سبعة ملايين ومئة واربعة وسبعين الف وحدة بزيادة وصلت الى اربعة وعشرون في المئة ما يعني ان الفارق بين الميناءين ارتفع من ستمائة الف حاوية الى مليونين وثلاثمائة وسبعين الفنا على الرغم من كونهما يوصفان بالميناءين التوأمين بسبب قربهما الجغرافية وموقعهما غرب المتوسط ونقلت صحيفة لاراثون الاسبانية عن ادارة ميناء الجزيرة الخضراء الذي يعد المركز التاريخي لعمليات اعادة الشحن في البلد الايبرية باحتكار 85% من اجمالية تدفقات التجارية ان الضغوط على هذا الاخير اصبحت اكبر منذ افتتاح محطة الحاويات الثالثة طونجاميد في يناير من العام الماضية بميناء الطنجة المتوسطية الثانية واصبحت الهيمن المغربية اكبر في نوانبر الماضية مع اعلان شركة ابي ام تيرمينالز تشغيل المحطة الرابعة طونجاميد تيسي اربعة واورد المصدر ان هذا الاستثمار الاستراتيجي يؤكد رغبة شركة ميريس كالدنماركية العملاقة صاحبة المشروع في جعل مركز اللوجستي الكبير بحوض البحر الابيض المتوسط هو الميناء المغربية ما سيؤدي الى تقليص حركة الميناء الاسبانية لكونه سيصبح اقل تنافسية مضيفا ان الطنجة المتوسطية يرسخ مكانه كمركز الرئيس لتحالفات الشحن العالمية الرئيسية ووفق معطيات ادارة ميناء الطنجة المتوسطية فان محطة الحاويات الاولى التي تشغل ابي ام تيرمينالز والتي كلفت مبلغ استثمار بقيمة 150 مليون يورو يصل حجم الرواج فيها الى 1.6 مليون وحدة وهي الاقدم بالميناء حيث انطلق تشغيلها في يوليوذ من سنة 2007 تلتها المحطة التانية التي تشغلها يورو جيت وثي ام آس جي ام والتي كلفت ايضا استثمارا ب150 مليون اورو ويصل حجم رواجها الى 1.4 مليون حاوية اما محطة الحاويات الثالثة والتي بدأت الاشتغال في يناير من العام الماضية فكلفت 240 مليون اورو ويبلغ حجم الرواج فيها مليون حاوية وتتكفل شركة تونجي اليونس بتشغيلها في حين تبقى المحطة الاكبر على الاطلاق هي الرابعة والتي وصل مبلغ الاستثمار فيها الى 758 مليون اورو ويصل طول راثيفها الى 2000 متر مقابل 800 متر للارثفة الاخرى بينما يصل حجم الرواج فيها الى 5 ملايين حاوية تلقت محاولات الجزائر لتنظيم القمة العربية ضربة جديدة اليوم الاربعاء اتتها هذه المرة مباشرة من المغرب الذي حول الرئيس عبد المجيد تبون تجاوزه لفرض دوابط ادارية وبروتوكولية جديدة لها علاقة بقرية الثحراء حيث اعلن بلاغ لوزارة الخارجية المغربية اليوم استمرار دول الخليج في دعم الوحدة الترابية للمملكة وذلك اثرى لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية ناصر بوريطا والامن العام لمجلس التعاون لذول الخليج العربية نايف فلاح الحجرفة عبر تقنية الاتصال المرئية وقال البلاغ ان اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي منذ 2011 وجدد خلاله بوريطا شكرا وتقدير المغرب بقيادة الملك محمد الثالث لمجلس التعاون وللدول الخليجية على الموقف التضامني الموثول مع المملكة والذي تجسد فيما ورد في البيان الختامية الصادر عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورة الثانية والاربعين في الرياضة الرابع عشر دجنبر 2021 من تأكيد لمواقف الداعمة لمغربية الصحراء ومثاندة تابثة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ونقل البلاغ عن الامين العام لمجلس التعاون تأكيده على موقف المجلس التابثة في دعم الثيادة المغرب على الصحراء ووحدة اراضيها معتبرا ان اي حل لهذا النزاع الاقليمي المفتعل لا يمكن ان يتم الا في اطار الثيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها منوها ايضا بمواقف المغرب التضامنية مع دول المجلس وقضاياها الوطنية وبالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الشراكة بين الجانبين وحرص المجلس البالغة على تدعيمها وفقا لتطلعات الملك محمد الثالث وقادة دول مجلس التعاون وجدد بوريط حسب البلاغ استعداد المملكة المغربية لمواصلة العمل مع الامانة العامة والدول الخليجية بما يؤثث لمرحلة جديدة من التعاون النوعية تروم ترثيخ اطار تشاروكية متجدد يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين تجسيدا لمنظور الملك محمد الثالث في الخطاب الملكي أمام القمة المغربية الخليجية المنعقدة بالرياض بتاريخ العشرين أبريل الفين وثلسة عشر وأشهد وزير الخارجية بما يربط المغرب بدول مجلس التعاون من قواثم مشاركة واعتضامن موثول حيث جدد إدانة وشجب المملكة استمرار هجمات جماعة الحتيين ومن يدعمهم على المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية الثعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين مؤكدا رفض المغرب وإدانته لكل أشكال تدخلات الإيرانية الثافرة في الشؤون الداخلية لدول المجلس لثيما مملكة البحرين الشقيقة وأشر البلاغ لأن المغرب كما أكد ذلك الملك محمد الثالث أمام القمة المغربية الخليجية بالرياضة في العشرين أبريل الفين وستة عشر يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربية جزءا ليتجزأ من أمنه واستقراره إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصيرة ومن تطابق في وجهة النظر إذاء مختلف القضايا ذات الاتمام المشاركة مبرزا أن بوريطا وجه دعوة للأمن العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بزيارة عمل إلى المغرب سيتم تحديد معيدها لاحقا ويأتي هذا اللقاء الذي جرى عن بعد عبر تقنية التناظر المرئية تذامنا مع مثاعي الجثائر إنقاذ القمة العربية التي يفترض أن تحتضنها على أراضيها من تأجيل طويل آخر لكن تجد أن قضية الثحراء تقف حجرة عثر أمامها في ظل إثرار جامعة الدول العربية على اعتماد خارطة المغرب كاملة تؤكد الثيادته على قلم الثحراء المغربية وهو الأمر الذي لم تنجح الجولة المراثونية لوزير الخارجية الجزائرية رمط العمامرة في إقناعها بالتراجع عنها وكان العمامرة قد حمل مؤخرا رسائلا خطية من تبون إلى العاهل الثعودية الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زيد النهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آلتاني في سبيل إيجاد منفذنا لعقد القمة العربية شهر مارس الجارية لكن ذلك لم ينقذها من التأجيل على الأقل لما بعد شهر رمضان في دل إثرار دول السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسلطنة عمان إلى جانب الأردن على دعم الاعتراب بالوحدة الترابية للمغرب خلال القمة